لازم الناس وهي بتتكلم تتذكر أنك وانت بتمارس هذه الإساءات المتكررة تبقى عارف أن كود مهم من الأكواد الإعلامية عدم الإساءة للآخرين عدم الإساءة للآخرين احنا بنشوف برامج قائمة على الإساءة للآخرين كل هدفها التقليل من شأن النادي الأهلي الإساءة لمطولات النادي الأهلي مع أنه كل طرف يقدر يمارس الدعاية الإيجابية ويمارس الدفاع عن حقوق نادية ويمارس الحفاظ على مكتسباته كيف ما شاء لكن لما تيجي تسيء لنادي آخر أو لطرف آخر خليك فاكر أنك بتتجاوز كود إعلامي مهم بتتجاوز بند مهني واضح حتى في ما يخص الخطف الأعراض وتعميم الاتهامات أظن المسائل كانت واضحة وبينة حنلاقي إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهم في حماية المجتمع وده اللي كان دايما وأبدا النادي الأهلي بيحرص عليه في أنه بينطلق من ثوابت قيمية معينة تمثل قيم النادي وتقاليده كان فيه ناس بيدايقها ده مع أنه ده كود إعلامي مهم ده توجه مهني سليم أنك في النهاية الإعلام دوره الأساسي لحفاظ على قيم المجتمع لأنه هو السند وهو الحامي فبالتالي هذه الأكواد السبعة ياريت نعيها ياريت ناخد بالنا منها ياريت حتى المتلقي كجمهور يبقى عارف كل خرق لهذه القيم يلزم لفت الانتباه ويلزم باستمرار أننا نحاول نسير في الطريق الصح